بالطبع في كل مرة تحلق بمثل هذه المخدرات فإن أحد الأهداف هو التدريب بالطبع تدريب قادة الطائرات والطاقم معهم وكذلك لجمع المعلومات المخابرتية في كل مرة تحلق من جديد فأنت ترصد وتراقب ما إذا كانت إيران قادرة على أن تكشف هذه التحركات أو أن تتنبأ ببعض هذه التحركات وإذا كان الأمر كذلك فسيحولنا التوصل إلى النظام الذي يقوم بهذا الكشف فإذن بالطبع الاستطلاع وجمع المخابرات هو أحد الأهداف الأساسية في ذلك ولكنها قدرات أعتقد بأن إيران ليس لديها أي قدرات لأن تعارضها وهذه ميزة لإسرائيل حاليا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر